بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين في أيامنا ولكثرة ضجيج الإعلام وقوة إعلام الفساد والرذيلة والجريمة يضيع على أغلب الناس الكثير من الأمور وتضيع عليهم موازين وتضيع عليهم الحقائق لأن في أغلب الأحيان هؤلاء غير مؤهلين للتمييز والرؤية في الضباب والرمال مثلا الحق والباطل العدالة والظلم والمساواة الفساد والفضيلة معركة قيم ومعركة عنوين ومعركة أطر في العالم اليوم هل الدعوة الغربية وما تحمل من شعارات تحت عنوان تحرير المرأة وحقوق المرأة وعدالة المرأة أو لا المفاهيم الإسلامية هي هي الميزان طبعا الضجيج الإعلامي هنا يلعب الدور الطاغي إلى درجة يقلب كل الحقائق حتى بات أن الأمور التي يلفظها وينبذها وينفر منها طبع البشري لكثرة ضجيج الإعلام باتت هي وكأنها الحق ومن يعترض عليها هو الباطل في كثير من دول العالم اليوم ناس عاديين يعتقدون أن الصهيوني الذي جاء من أقصى الأرض قتل وأباد الكثير من القرى في فلسطين واحتلها وإلى اليوم هو يبني جدارا هو يطارد الفلسطينيين في خيامهم في بيوتهم يقتلع أشجارهم يتوسع يحاصر يضرب الطائرات وهو المظلوم وهو المعتدى عليه وهو المغلوب على أمره وهو الخائف وتجب حمايته ويجب أن نملأ ترسانته بالسلاح وإلى النهاية لأنه هو المظلوم والمعتدي الطفل المرأة المسكين الجائع الفقير التائه المدفون بقبور جماعية من الفلسطينيين هو الظالم والمعتدي والغاشم وإلى النهاية المسألة مع أنها بغاية الوضوح لكن مع هذا يستطيع الإعلام أن يقلب كل شيء رأسا على عقل رأسا على عقل اليوم اليوم مثلا الويل لمن ينتقد المثلية مثلا مع العلم أن المثلية بكل المجتمعات وبكل الأعراف وبكل القيم وعند كل العقلاء أمر من الأمور المنبوذة أمر من الأمور المحقرة أمر من الأمور المدانة جريمة ترتكب لكن الإعلام الفاسد يقلب الأمور المنكرون يهاجم المرأة المسلمة ويدعو إلى الصفاء الثقافة الفرنسية والحضارة الفرنسية ويهاجم المسلمات في الشوارع ويطارضهن في المدارس ويغلق أبواب المساجد بعذر وبدون عذر وفي نفس الوقت لما تفعل هذا حفاظا على الهوية الفرنسية يقف ويتحدث عن المسيحيين في الشرق اللي لهم 1500 سنة يتعايشون مع المسلمين بهدوء يتحدث عن مظلوميتهم يتحدث عن اتغاضهم يتحدث طيب والإعلام لا يجرؤ أن يعارض حتى الإعلام الاستافه العربي بل بالعكس هو يتماهى مع هذا وذاك على كل حال أنا أذكر قيمة مسائل بالأمس مثلا سمعنا كما سمع كل الناس بالأخبار أن الطيران الأمريكي هاجم بيتا في إدلب هاجم بيتا في إدلب قتل في هذا البيت بالحد الأدنى سبع أطفال وثلاث نساء قتل سبعة أطفال وثلاث نساء ممكن رجل أو أكثر أو رجلي الإعلام الأمريكي يخرج فيقول نحن لم نقتلهم قتلهم رجل في الداخل زنر نفسه وقتله كل براء بينما الوقائة لا تقول ذلك الطفل الجريح التي قالت دخلوا علينا وقتلونا قتلوا أبي وأمي الصور والقذائف والرصاص ينهمر على البيت من كل جانب قبل اقتحامه لكن ببساطة القتيل هو المجرم بغض النظر أن هذا يقولون أن هذا زعيم داعش يتحمل مسؤولية نفسه الأطفال لا ذنب لهم النساء لا ذنب لهم لكن الناعم الحنون لضرب غريشيمة بالنووي اللي استباح العالم وفتح فيها حروب من البيتنان إلى كوريا إلى هنا اللي يدعم الصغاينة في استباحة أهلنا اللي فاتح حروب في العراق وفي غير الحراق هو بريد اللي قتل نفسه وقتل أولاده هو هذا القتيل ببساطة إعلام حاولت حاولت أن أتنسم ولو كلمة أنه هذا الدعاء هذا الدعاء هناك حقائق على الأرض تقول بعكس ما تقوله الرواية الأمريكية قلت أنا بأن الحقائق انقلبة وهنا يجدر بنا دائما أن نبدل جهد بتسليط الضوء على الحقائق حتى تبقى واضحة حتى تبقى جالية لا يجوز أن نسكت حتى يضيع الحق وتضيع القيم بمنظور ناسنا وأطفالنا وشباننا وشباتنا إلى النهاية بالمناسبة الإعلام يأكل رأس ذكي بسهولة مثلا نتحدث عن العميل عن عملاء ومجاهدين أشراف وأراغل لصوص وأمناء ظلمة طواغيط وأهل عدل خوانة وهكذا وطنية مصلحة الوطن التضحية في سبيل البلد وهلهم هاي العنوين مثلا خذ خذ مثال في لبنان هؤلاء الحكام في لبنان رغم أنهم سارقوا البلد ولزالوا مصرون على السرقة والنهب حتى هذه اللحظة هم لم يندموا هم لم يعيدوا النظر فيما فعلوا ويفعلون هم على ما كانوا عليه حتى هذه اللحظة فقط حتى أعطي صورة عندنا في لبنان يختلف الأمر لبنان وسوريا والعراق وماصر وتونس والجزائر والمغرب والخليج كله وإيران معهم كلنا هون نحكم بنفس المدرسة مدرسة اللصوص والسفل والمجرمين والقتل لكن في بلاد أخرى لا يستطيع المواطن أن يرفع صوته هنا في لبنان لا زال هناك إمكانية لبعضهم بنسبة أن يتكلم ويقول مثلا أن السلطة هي سارق واللص وأن رئيس جمهورية هو أكبر لص وأن رئيس الوزارة هو لص متمرس وأن قيادة حزب الله هي حامية اللصوص وهي تمارس اللصوصية وهي مسؤولة بشكل أساسي عن دمار البلد ومعها رئيس أمل ومعهم الزعامة السنية والزعامة الدرزية والزعامة المسيحية إلى النهاية لكن أنا أذكر الأمور أذكر اللبنانيين ببساطة بعض المسائل تذكروا نهر الزبالي قبل سنة قبل سنة نهر ببيروت نهر الزبالي وصوره صارت معلم عالمي تناقلت هذه الصور وسائل إعلام دولي عالمي وانتشرت عاصمة بيروت نهر من المزابل حتى اليوم أزمة مزابل في كل لبنان حتى اليوم في الوديان ومع الطرقات وفي القمام وفي كل مكان مزابل 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 تحترق ومزابل تطمر ومزابل مع العلم مع العلم أن حسب اتفاقاتهم مع الشركات التي تجمع النفايات وتعالجها أنها جمع النفايات وعلاجها يكلف حوالي 150 دولار 160 دولار لا أدري الرقم فوق المئة لكن منذ بداية جمع النفايات عن طريق هذه الشركة إلى اليوم إلى اليوم لم ينفت شيء والمطامر بين الحين والآخر تنفجر أين نذهب بالنفايات أذكر بعضهم قالوا نصدرها من بعض الدول ندفع لها فلوس وتأخذها هم ما كانوا يقولوا هذا للتنفيذ كانوا يجدون يعني إقناع المواطن أنهم يفتشون عن حل فقط أنا أخاطب اللبنانيين بشكل أساسي بتعرفوا ليش مشكلة الزبالي ما نحلت ولبتنحل وكل يوم مسألة المطامر حتكون حاضرة وكل يوم حتى شوارعنا ومدننا وقرانا وأريافنا ودياننا الطيبة حتمتل إزبالي لسبب واحد موسيط هاي العمولة الميت دولار وكذا على طون إزبالي هاي موزعة على الزعامة أنا ما عم بدي أسألهم هم موزعة الزعيم الفلاني له حصة هالأدو الزعيم الفلاني له هذه النسبة والزعيم الفلاني له هذه النسبة فهم بدل أن ينفقوا هذه الأموال لمعالجة النفايات وبالأخير جعل البلد جميل ونظيف ويؤمن راحة جيدة للناس لا بالعكس هم يملؤون البلد بزبالي لحتى كلفة هاي زبالي هم يسرقوها حتى هذا حتى كلفة زبالي سبب مصيبتنا بزبالي أن هؤلاء لصوص يريدون نسبة كل واحد يريد نسبة إياك أن تظن أن هذا ممكن يكون في مبالغة لا 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 هاي أكيد مئة بالمئة وهكذا حدث عن النفط هكذا حدث عن كل المحنة حدث عن البنى التحتية حينما ينفق ينفق مليارات على الكهرباء ويتبين ما عنا كهرباء لأن هاي المليارات ذهبت لجيوب هؤلاء اللصوص حينما ينفق مليارات على مياه الشفة لتصل إلى البيوت ولا تصل تتفجر بالطرقات تتفجر هكذا تسيح بالطرقات ولا تصل ليش لأنه كان التنفيذ عبارة عن تزوير خداع حتى ينهب المال الإدارة العامة تارفوا ليش فسدة لأن كل واحد منهم يحشر بالإدارة العامة مجموعة من السفل واللصوص القذيرين الذين ينتمون إليه والقذر الذي يرى نفسه محمي بشيطان هو لا يبالي بالإدارة ولا يبالي بالنجاح هو يضمن بقاءه ويضمن وجوده لأنه هو ينتمي إلى لص طبعا أنا أذكر الوضع اللبناني الرضع اللبناني هذا ينسجم تماما على كل الدول العربية إياكم أن تظنوا أن دولة عربية أفضل من لبنان بس كل ما في الأمر أنه في لبنان اليوم يمكن للمرأة أن يرفع صوته في لبنان قبل أسبوعين أو ثلاثة أحد الناس البسطة الكادحيين الذي عمل بكد دهرا واللبنانيين كلهم على شاكلته كان كل ما جمع فلس يحطه بالبنك صار عنده حوالي خمسين ألف دولار خمسين ألف دولار يعني لا شيء بالنسبة للإنسان يريد أن يؤمن لنفسه ولأياله سكان أو أن فجأة حتى الخمسين ألف دولار هذه ذهبت حتى الألف دولار أيضا ذهب والناس هكذا فجأة المصارف في لبنان والبنك المركزي والدولة والقضاء والأجهزة الأمنية كل هؤلاء تكاتفوا على نهب الناس سرق الشعب اللبناني سرق كل شيء كل شيء هذا الرجل ذهب إلى البنك مرارا يطالب بحقه لا ليس لك حق بكل بساطة ليس لك حق ليس لك أمانة عندنا أو لك أمانة ولا نريد أن نعطيك إياها سرقناها كل وضع كل وضوح اضطر هو أن يدخل إلى المصرف بلعب معين يخيفهم أنه سيحرق سيفعل اضطروا أن يدفعوا له أمواله ثم اعتقلوا ويطالبوه بالأموال بالآمس سمعت أن قاضية أظن قاضية أو قاضي لا أذكر على كل حال قرر الإفراج عنه وعدم طالباته بالمال نحييه لهذا القاضي أو القاضية مهما ما كان أي أن كان وهنا نريد أن نثبت أن بحكم هذه المحكمة هذه المحكمة ليست رفعت الحيف عن هذا المعتقل وماله لا حقيقة هي أدانت وأثبتت أن رئيس الجمهورية والوزارة والنواب والقضاء والأحزاب والأمن وكل هؤلاء السفلة هم مجرمون هم تكاتفوا وتعاضضوا وتآذروا على سلب الناس حياتهم ببساطة يعني اليوم لكل مواطن لبناني الحق القانوني والشرعي أن يذهب إلى أي بنك إلى أي مسؤول من رئيس الجمهورية وإلى غيره يسلبه ما لديه لأن ما لدى هؤلاء ليس لهم هؤلاء سرقوه مالية رئيس جمهورية مسروقة ومالية رئيس الوزارة مسروقة مسروقة من الناس والوزراء والنواب والأحزاب كل هذه خاصة حزب الله لأنه أهم سارقي لكن اليوم هم العدالة يعتقلون يحاكمون ويقولون عن هذا مجرم وهذا ليس مجرم اليوم في سوريا اليوم هذا حاكم بسوريا إذا تحدثنا عن القانون بسوريا من القانون الحاكم من المرجعية في سوريا حاكم من الذي يديني الناس ويعاقب الناس الحاكم من الذي ينشر الخير بسوريا الحاكم هذا الحاكم نحن نعرف أنه هو سوى حرب أهلية وطحن مئات الألوف ودمر مدن واستعان بكل قاذورات البشرية بكل الحقرة والسفلة والمجرمين من موسكو لطهران لبيروت لآخر الدنيا لقهر شعبه وتشريده بين الأمم طيب بأي ميزان تحت عنوان ماذا حق الشعب السوري أنت تحكم باسم الشعب السوري هذا الشعب السوري من قتلته أنت قتلت من تحكم باسمه سرقت من تحكم باسمه شرقت من تحكم باسمه ذبحت من تحكم باسمه ما في بالدنيا شيء إلا بيقول أن الشعب السوري هو صاحب الحق وهو الذي يجب الوقوف معه ويجب معاقبة هذا الذي ذبح الشعب هو الخائن لشعبه هو اللص سرق شعبه هو القاتل قتل شعبه هو وهكذا بالعراق نفس الشيء بالخليج نفس الشيء بمصر هذا بتونس اليوم تفضلوا رئيس جمهورية على سجر رئيس جمهورية ضمن قانونه دستوره أطاح بالدستور وأطاح بالمؤسسات وأطاح بكله هو وحدهم ممنوعا أتشاور مع أحد هو القانون اليوم غدا يقول لكم هم صنعتوا لكم دستورا جديدا متل ما صنع سيسيس دستورا جديدا بقوة السلاح ودفن الآلاف تحت الأرض وفي السجون والعالم مع المجرم لهذا العالم مع المجرم هو يعمل بدي يعمل استفتاء بس استفتاء طبعا هل رأيتم حاكما أجر استفتاء أنه طلع الاستفتاء ليس لصالحه طبعا لصالحه بالتأكيد سيكون لصالحه لأن الاستفتاءات والانتخابات في بلادنا معروفة على كلين قيم العدالة وقيم الحق وقيم الباطل ومن هو المفسد ومن هو المصلح من هو المحق ومن هو المبطل ما هي موازين الخير والشر ما هي موازين الفساد والصلاح هاي مسألة نحن بحاجة إلى أن هذه المسائل تبقى واضحة حتى كل إنسان مننا يراه هنا حتى آخر شيء آخر مطاف لحطة نوصل لمكان واضح سمعنا وكثير من الناس سمعوا أنه اسم بالعراق يستطيع أي تنظيم اليوم يخترع اسم ويقوم بمشاط إرهابي أو عدواني طائرات مسيرة انطلقت من العراق إلى أبيضبي تحت عنوان الدفاع عن الحوثيين في اليمن هذا عنوان ربما يمر عليه بعضهم بدون أن يكترس بس عنوان لباب عظيم لأمر كبير عراق يدخل في حرب مع جاره ضمن تائرة حلف واليوم في حديث أيضا أن أمارة بوظبي تحاول بجهدها أن يشارك الصهيوني أيضا في هذه المعمعة والأمريكي وانتوا بتعرفوا أنه اليوم في مناورات عسكرية إماراتية أمريكانية صهيونية مصرية في البحر الأحمر أو ما بعرف كأنها مصرية معهم أو لا على كل حال أظن وأن هناك محاولة لإجراء مناورات أيضا صينية روسية إيرانية في بحر عدن يعني كل هذا على رأسنا على رأس أطفالنا ونسائنا لمصالح ما هي ممكن يقول القائل خير إن شاء الله نحن نريد أن نضحي نعم مستعدين للتضحي بس في سبيل ماذا ولخدمة من مثل ما ضحينا بسوريا وقدمناها لروسيا أو ضحينا في العراق وقدمناها للأمريكان أو ضحينا في لبنان وقدمناها للصهاين أو عم نضحي في اليمن لحتى خدمة لصهاين نحن نضحي في سبيل مصلحتنا في سبيل مستقبل أولادنا مستقبل أطفالنا أما أنه نفتح الأبواب أبواب شرقنا أبواب دولنا أبواب شعوبنا إلى تدخل الدنيا بأسرع كل من له هدف كل من له مصلحة كل من يبغي أمرا ما ليأتي إلينا مرحبا به يعبث بكل وجودنا وبكل أموالنا اليوم أموالنا كلها معنا شيء نحن بس فقراء نموت جوعا والغنائم للغربيين يأخذوا هاللصوص من هنا ويرسلوها إلى الغربيين حديث هذا حتى يعيد كل مرئ مننا النظر في المسلمات وفيما يسمع ويقيم كل شيء ويبني على تقييمه وقراءته الدقيقة مواقفه خاصة عندنا في لبنان الأمر يحتاج إلى بصيرة حقيقية بصيرة معامة يتفتع عينك متغمضة وتمشي مثل الثور مربوط برسن نسأل الله لنا ولكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا